السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات يا جماعة أحبائي الغوالي خلونا نحكي بصراحة دهون البطن مو فقط شغلة شكل أو مظهر لا هاي القصة أعمق بكتير اللي شايف بطنه عم تكبر شوية شوية لازم يعرف انه اللي جواته مو بس شهم هاي دهون حشوية فيزرال فات قاعدة ومركنة أموره حول الكبد والأمعاء وحتى القلب يعني عم تشتغل بالخفاء تفرز مواد تلخبة الأنسولين وترفع الدهون الثلاثية وتخلق الدهاب بكل الجسم بدون ما تهس وهيك بتبدأ الرحلة كل يوم بتاخد قرار جديد وبتعيد نفس الجملة هالمرة رح نزل وزني مهما صار وبتبدأ دايت وبتقلل الأكل وبتتحمل الجوع وبتعمل صيام وتقطع وبتحلم تشوف الميزان نازل بس شو عم يصير كم كيلو بالأول وبعدين ولا شي الوزن بيوقف والدهون بتتحداك وبتعند ولا بتتحرك هون اللغز الحقيقي الجسم لما بيدخل حالة مقاومة الإنسولين بيصير عالي طول الوقت ما بيخلي الدهون تنحرق يعني بدل ما الجسم يأكل من مخزونه بيظل يحافظ عليه وهيك بتصير المعركة مو بينك وبين الأكل إنما بينك وبين هرموناتك نفسها يا ترى فكرتش يوم شو بيصير بجسمك لما بيبدأ يختل توازن السكر ترى السكري من النوع الثاني مو بس رقم على التحليل لا هو نتيجة لسلسلة طويلة من التراكمات لما بتزيد السمنة الإنسولين بيظل عالي والخلايا بتتعب ومعد ترد عليه فبيرتفع السكر بالدم والجسم بدل ما يحرق دهونه بيصير يخزنها أكتر يعني تخيل هالوضع السكر والدهون عم يلفوا بحلقة مفرغة والنتيجة دهون أكتر وسكر أعلى ودوامة وحلقة ما بتنتهي ومن هون بتدخل الغدة الدرقية على الخط لما تكون خاملة شوي الهرمونات تي 3 و تي 4 بينزلوا والاستقلاب بيتجمد تقريبا يعني حتى لو أكلت شوي جسمك بيتصرف كأنك أكلت كتير وبيصير الحرق بطيء الدهون بتتجمع وبالذات حول البطن بتصحى الصبح من النوم بتشرق قهوتك وبتحس جسمك نايم أي مقلة حيل أي الغدة الدرقية عندك ضغطة زر الحرق جواتك وعملت له إيقاف يعني ستوب بس الحكاية ما بتنتهيهم كمان الكورتيزول بيرتفع مع التوتر استروجين المرأة بيتأرجح استوستيرون الرجل بينخفض وهرمونات الجوع والشبع عم يتصارعوا على الإحساس بالجوع والشبع يعني الجسم كله عم يبعث إشارات متناقضة وهيك بدل ما يكون فريق واحد بيصير كأنه الهرمونات عم تلعب كلها ضدك في كتير ناس بيبدأوا بيحمية قاسية أو صيام متقطع متحمسين أول كم يوم بيشوفوا نزول حلو بعدين فجأة سطب الجسم ذكي أكتر ما بتتخيل لما بيحس بي حرمان طويل بيحكي آه ايك اللعبة خليني يوفر طاقتي لك وبيخفض الاستقلاب الأساسي يعني بيصير يحرق أقل حتى لو عم تاكل نفس الكمية فبدل ما ينزل وزنك بيتجمد الحرق وبتدخل أنت بحالة ركود وهلأ تعالى نحكي عن موضوع الكربوهايدريت موضوع مهم كتير ناس بتفكر أنه تقليل السكريات والنشويات هو الحل السحري لكن الحقيقة أنه الجسم ما بيتعامل مع الأكل بالأرقام فقط إنما بيتعامل مع التوقيت والإيقاع اليومي يعني إذا أكلت أكل صحي لكن بوقت غلط أو بآخر الليل النتيجة رح تكون عكسية نوعية السعرات وتوقيتها أهم من كميتها لأن الهرمونات لها جدول شغل دقيق ما بيتقبل أي فوضى أما البروتين والدهون الجيدة الصحية فهنن لجنود المجهولين البروتيني بيبني العضلات واللي هي بيدورها بتحرق الدهون والدهون الصحية بتضبط هرموناتك والماء هو الوقود اللي بيخلي كل هالعمليات تمشي بسلاسة وحتى الأعشاب والمشروبات الصحية والأكواب الصحية كلها بتساعد الجسم يطرد السموم ويخفف الالتهاب لكن رغم كل هالجهد وكل شي حكيت عنه في ناس بيمشوا وبيتمرنوا يوميا ووزنهم واقف ووزن ثابت هون بيكون الجسم وصل لشي اسمه نقطة توازن جديدة ما بده يتحرك منها كأنه بيحكي وبيخبرك أنا مرتاح هيك لا تطلب مني أكتر وهون بيبدأ البحث عن السر الحقيقي اللي بيكسر كل هالجمود سمعت شي باللغز اللي اسمه الساعة إداعش بالليل هاي مو مجرد ساعة عادية هي اللحظة اللي الجسم بيقرر فيها يدخل بمرحلة الصيانة الكبرى تذكر منيح حوالي الساعة إداعش ليلا المفروض كل الأجهزة تهدأ الهرمونات بتعيد ترتيب نفسها الكبد بيبلش تنظيف والدماغ بيدخل بالراحة العميقة لكن لما نسهر ونضل على الشاشات والضوشة غال الجسم بينخدع وبيظن أنه النهار لسه ما خلاص ومن هون بيبدأ الخلل الهرموني اللي بيخرب كل الشغل الكورتيزول مثلا المفروض يكون عالي صباحا ومنخفض بالليل لكن لما بتسهر بيرتفع من جديد يعني بدل ما يساعدك تبدأ يومك بيصير يدمرك بنص الليل وارتفعه بيرفع سكر الدم وبيمنع حرق الدهون وبيخلي الأنسولين يشتغل وقت المفروض يكون مرتاح وما عنده شغل والأنسولين لما بيرتفع بهالوقت بيوقف الحرق تماما كأنك سكرت باب الدهون بالمفتاح يعني خلاص ما في حرق والقصة ما بتنتهيهم السهر بيخرب كمان هرمونات الجوع والشبع لقريلين اللي بيخليك تجوع بيزيد بشكل جنوني واللبتين اللي بيخليك تشبع بينزل يعني بتصير تهس حالك جوعان طوال الليل وخاصة آخر الليل وبتاكل أكتر والجسم بدل ما يحرق بيصير يخزن يعني لما تتأخر عن نوم الساعة إداعش ليلا جسمك بيعاقبك بحرمانك من الحرق الليلي الطبيعي وهيك المعادلة صارت ضدك تماما جوع أكتر وشبع أقل وكل لقمة من الأكل بهالوقت بتتحول لتخزين مباشر للدهون وخاصة الصبح وما مننسى الميلاتونين هرمون الليل والراحة اللي المفروض يبلش يفرز قبل الساعة إداعش ليلا لكن لما تتأخر بالنوم إفرازه بيتلخبط وكل المنظومة الهرمونية بتنقلب من الغد الدرقية للإنسولين وحتى الكورتيزول جسمك بيضيع التوقيت كأنه ما عم يفهم النهار من الليل ودماغك والجهاز العصبي الودي بيضل شغال على الآخر الكورتيزول والتوتر بيزيدوا الضغط والسكر بيرتفعوا وكأنك عم تركض طوال الليل بدون ما تتحرك هيك بيستهلك جسمك طاقته وبيخسر توازنه من جوا السهر بعد الإداعش ليلا بيحط القلب والكبد والشرايين تحت ضغط ما بتشوفه بعينك لكن الكورتيزول اللي بيرتفع بها الوقت بيخلي الدم أكثر لزوجة وأثقل لذلك القلب بيتعب أكثر ليضخ الدم والكبد اللي مفروض بيكون عم ينظف نفسه بتشتت نشاطه وبيفقد توقيت التنظيف الليلي لتكسير الدهون اللي بيعتمد عليه بأساس عمله والنتيجة بتكون للأسف ارتفاع بالكوليسترول ارتفاع بالدهون الثلاثية وتراكم بالشرائين شوي شوي بدون ما تحس أما جهازك الهضمي وجهاز البولي والتناسلي فقلهم نصيب من الفوضى أمعائك بتتلخبط بحركتها الهضم بيصير أبطأ ونفخة وإمساك بيزيدوا الكلا كمان بتتعرض لإدرار زائد بالليل وبتتعب أكثر وحتى الهرمونات الجنسية بتتأثر لأنه إفرازها مرتبط بالنوم العميق فلما يضيع النوم بتضيع الإشارات اللي بتحافظ على الخصوبة والطاقة وإذا عملت تحاليل بعد فترة من اتباعها الأسلوب بالسهر راح تلاحظ بنفسك فورتيزول عالي سكر صيامي عالي السكر التراكمي عالي الدهون المتراكمة بينما بينخفض التستستيرون والميلاتونين وهرمونات الغدة الدرقية تي ثلاثة وتي أربعة بشكل واضح وهذا بيفسر حالة الخمول الصباحي البرودة وبطء الحرق عند الأشخاص اللي بيسهروا باستمرار يعني خليني خبرك بكل صراحة كل ذايت وكل صيام وكل وصفة حرق وكل مشروب حارق ما راح ينفعوا إذا كنت سهران بعد الإداش ليلا الجسم له توقيت دقيق ولما تحترم هالتوقيت هرموناتك بتنتظم الإنسولين بيرجع يشتغل بشكل طبيعي والحرق بيصير تلقائي ومن أحلى ما يكون بدون تعب وبلا حرمان جربت نام بشكل مبكر أسبوع واحد فقط وشوف كيف المزاج والطاقة والنوم والحرق وحتى شكل بطنك بيتغير كأنك بدأت حياة جديدة أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة لأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكر والتي نعمل سويا كأضباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو يتعم الفائدة والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته